سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة أيضا برحب بكل أحبائنا على الفيسبوك واليوتوب مباشر اليوم حلقة النهار ده بعنوان المرأة وقانون الأحوال الشخصية الجديد أو مشروع بقى القانون على أي الأحوال ما عرفش ده يعني مصاره حيكون قانون ولا مش قانون ودي خطورة الأمر عشان كده دي تاني حلقة النهار ده احنا بنتكلم فيها في الموضوع ده والنهار ده تركيزي على الشريعة والمرأة هل الشريعة الإسلامية نافعة لإصلاح مشاكل الأسرة والمجتمع أم معطلة؟ ده سؤال واضح انتوا شايفين ايه في حياتكم الشريعة نافعة أم معطلة للأسرة والمجتمع؟ هل الشريعة بتوعين المرأة بالفعل أم لا؟ الأكذوبة الكبيرة أن الإسلام كرم المرأة عايزين نشوفها تطبيق عاملي بقى لكن أولا خليني أقولكم حاجتين الأمر الأول أنه الحلقة اللي جاية هتكلم فيه عن موضوع التحرش وردود أفعال الأزهر والمجتمع عموما في موضوع التحرش بالطفلة اللي حصل في مصر قريبا لازم خصص الوقت خاص بطفلة المعادي النقطة التانية بقى أن النهاردة عايزة أعمل يعني أحط كده على رأس القائمة خبر حصل في الأسبوع الماضي وهو موضوع أنه سويسرا خرجت قانون أقرت قانون مؤخرا يمنع غطاء الوجه عموما يعني يمنع النقاط المشروع القانون ده اتقدم تحت عنوان وقف التطرف وقف التطرف وشايفين الصورة دي بقى الصورة دي معبرة جدا عن إزاي العالم شايف الإسلام وإزاي العالم شايف صورة النقاب الصورة يعني الصورة إزاي الإسلامي المتشدد جدا ولكن كمان الست اللي مغطية وشاها وراء هذا النقاب ملامحها ونظرتها مؤلئة مش بس مخيفة هي مؤلئة القانون ده أو أسفل الصورة دي تعبير عن إزاي العالم شايف الإسلام علشان كده سويسرا من الدول اللي أخدت خطوة علشان تضع حد لتغيير شكل مجتمعهم وإنه يبقى عندهم فرصة إنهم يكتشفوا إذا كان في خطورة من هؤلاء الناس يبقوا معروفين القانون ده يعني أجازوه بنسبة 51 أو 52 تقريبا في المية والقانون بيمنع غطاء الوجه في الأماكن العامة عموما يعني تلبس ماسك في غير أيام البنديميك ولا الناس اللي بتحط تلفيح على وشها أو النقاب لكن طبعا بالتأكيد الصورة اللي إحنا شايفينها اللي موضوع من الناس اللي حبوا إنهم يضعوا هذا القانون ويقرروا بتعبر عن الخوف من الإرهاب الإسلامي لكن عايزة أقول حاجة إنه عموما دي مش أول مرة ولا أول دولة تمنع مظهر من مظاهر الأذياء الإسلامية في أوروبا فاكرين يعني اللي حصل أيام البوركيني مثلا وقالوا فرنسا قالت ما فيش بوركيني على الشواطئ ولكن أيضا فرنسا في 2011 منعت النقاب في الأماكن العامة كمان يعني فيه كان دول أخرى في أوروبا ابتدت تمنع أشكال من الأذياء الإسلامي فمثلا نيو زيلاند I'm sorry the Netherland وأستريا وبولغاريا والدنمارك يا إما منعوا كليا أو إنهم وضعوا قيود يعني ما تلبسوا ده مثلا في أماكن حكومية ليه بقى يعني ليه الدول دي وهي دول بتحترم جدا حريات الناس ليه عملوا كده لأن صورة الإسلام بالتجربة العملية في حياة هؤلاء الناس هي صورة مخيفة وليها واقع وأثر الإرهاب اللي حصل جوه بلادهم بيمثل ده أنا مش عارف الوش اللي وراء النقاب ده شايل لي إيه أنا أسفة جدا إنه يعني الممثل في هذا الأمر هو الست لكن ما نقدرش نقول إنه ما فيش ستات عاموا بتفجيرات مثلا في دول أوروبا فيه الصورة اللي قدمها الإسلام لأوروبا هي صورة يعني حقيقية جدا عن ما يضمره الضمير الإسلامي مش بتكلم على الناس أنا بتكلم على الإسلام نفسه للغرب يعني المسألة مش بس الستات لكن الرجالة زي بيعملوا يغطوا وردوا ويشهم وينقبوا نفسهم ويدخلوا ويفجار يعني يعني لا نلوم إلا أنفسنا في الأمر ده إنت لما تبص للست دي ما تبقاش عارف إيه اللي مستخبي وراء إزاي اللي هي لبسا ده علشان كده حتى البلاد المتحررة برغم من إنه الحكومة مثلا عرضت جدا إنه الحكومة تتحكم في أزياء الناس أو طريقة لبس الناس لكن هما شايفين إنه فيه خطر بسألكم معلومة غريبة جدا إنه في سويسرا يقال إنه عدد المنقبات المعروفين يمكن 30-40 واحدة ما أعتقدش إنهم 40 كمان ومع ذلك الحكومة أو اليمين في الحكومة قرر إن إحنا لازم ناخد إجراء وقائي لأنهم شايفين البلاد اللي جنبهم في المجتمعات الأوروبية يعني عندهم تجارب مريرة مع المتطرفين والإسلاميين علشان كده حيبقى دايما فيه زي سويسرا كده رفض لكل المظاهر الإسلامية ما تنموش إلا نفسكم لأنه ده الناتج عن الإرهاب والسيطرة والانفصالية وإنك تبقى عايز تدخل مجتمع تستفيد بكل ما فيه لكن لا تتأقل معاه أو تبركه أو تستفيد من العلاقات الإنسانية المحترمة اللي فيه أنت بتدخل مجتمع عشان تمتلكه لنصرة الإسلام والدين ده اللي احنا اتعلمناه وأنا يعني من خلفها إسلامية فأنا عارف ده اللي اتعلمناه أي مكان نروحه لازم نمتلكه للإسلام مش كده لنصرة الله ورسوله علشان كده فيه رفض لكل المظاهر الإسلامية ويمكن يعني كمان أنا بشوف أنه في المستقبل يمكن يجي الوقت اللي يمنع فيه مثلا الحجاب بكل أشكاله لأنه علامة من علامات التطرف وقمع المرأة ولأن الناس دي عارفة أنه معظم الستات اللي لابسين الحجاب في الغرب لابسينه بالعافية لابسينه لأن أهلهم قالوا لابسينه لأن ده ماشي مع الأجندة الإسلامية حاجة غريبة بقى قوي أما القرار ده طلع فيه منظمة إسلامية في سويسرا ردت على القرار ده وقالوا أن ده يوم اسود أنا لسه مش جاية للتويتر دي دلوقتي قالوا أن ده يوم اسود في حياة المسلمين في سويسرا وأنه ده اضطهاد سافر للأقليات المسلمة لا يا راجل يعني بصراحة جراءة غير عادية إيه رأي حضرات المسلمين اللي عايشين في الغرب في موضوع أنهما في أي مكان بيكونوا فيه أكثرية بيتطهدوا برضو الأقليات ماذا عن اضطهاد الأقليات المسيحية والأزيدية واللا دينية ماذا عن اضطهاد الناس الملحدين ماذا عن اضطهاد أي الشيعة للسنة والسنة للشيعة لكن أنت بتتكلم عن الاضطهاد اللي موجه ليك لأنك لسه ما كبرتش في البلد دي فعشان كده أنا زهلت جدا أنهم يعني يعتاردوا على هذا الاضطهاد مع أنه بيقولك بس أنا من حقي أنك لو جاي عايز تستفيد من بلدي وعايز تعيش معي لازم تعيش معي بقوانيني وكل المسلمين اللي عايشين في الدول العربية عارفين أنهم إن لم يكسروا هما نفسهم القانون فهم عارفين أن الناس اللي جامفهم في الجامع كسرين كل القوانين والدولة اللي فيها تجوز واحدة وهم تجوز اتنين تلاتة برضو بيعملها ضد القانون وبيستفيدوا من الضرائب في الدولة وبيستفيدوا من الحاجات اللي بتساعد بيها الحكومة ويدمروا كل الأشار لهذه الحكومة فما تتضيقوش لأنكم أصبحتم بالزي الإسلامي ده بقى أصبح هو المظهر للتطرف اللي بيعزل أتباعه عن المجتمع ولي بيعزز الإنفصالية وتكفير الآخرين طيب خليني أخذ مكالمة ألو أخ محمد أنا مش سمع صوته يا أخ محمد سمعني طيب لما تكونوا سمعين أقولولي لأنه مش أنا مش سمعه أوكي المسلم لا يقبل أنه قوانين الدول دي تفرض عليه بل يفرض قوانينه مع الوقت بالتدريج كده اللي طبعا إحنا شايفين نتائجه المبهرة في الدول الإسلامية اللي هو القانون والشرع الإسلامي والفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية قدينا بقى شايفين الأثر الحقيقي في الدول الإسلامية خلينا بقى نسيب الدول الأوروبية ونرجع لموضوعنا في الشرق خليني أخذ محمد أهلا أخ محمد تفضل أيوه أخ محمد تفضل أستاذ أماني صوتك بعيد جداً مش سمعك بصراحة أنا سمعك كويس تفضل أنا مش سمعك كويس صوتك ضعيف جداً مش وصيح طيب هو صوتك واضح للمشاهدين وليا فأتفضل قلت عليك إيه؟ طيب حضرتك أولاً يا فندم كنت بتتكلمي عن المرأة في الإسلام بتتكلمي عن زي يعكس الشريعة الإسلامية والإنهاب الإسلامي والفوبيا من الإسلام أولاً يا فندم أنا عايز أسأل حضرتك سؤال بس بسيطة يا أستاذ أماني تفضل حضرتك أنت عاش برا في أوروبا بتتبع التقاليد الشرقية يعني حضرتك متقدرش تمشي ببكيني مثلاً في الشارع صح يا فندم؟ أوكي دي مش تقاليد شرقية دي دي سمعاني يا فندم؟ لا لا أنا بص أنا سمعك كويس بس دي مش تقاليد شرقية طب أنا أسفى معليش خلاص شيلوا المكالمة دي وأنا فهمت أنت مغزى كلامك إيه؟ ومن فضلك وخلولي نمرته يا أستاذ محمد أو أين كان اسمك أنت بتقول أنه الناس ما تقدرش تمشي بالبكيني في الشارع لأن دي تقاليد شرقية لا دي مش تقاليد شرقية دي أخلاقيات شخصية دا احترام لتقاليد يعني مش تقاليد الغرب الشرق فقط ولكن على فكرة يعني هنا أو في الغرب عموما مش كل حد مش كل العائلات بتخلي أولادها يمشوا بميوهات في الشارع دا على فكرة الخداع اللي بيحطوه في أذهانكم الشيوخ وأيضاً وأيضاً أنه الأفلام وهاليوود والكلام دا كله أنتوا فاكرين كل شارع في بحر هو شوارع أمريكا كلها ولا شوارع أوروبا كلها لا أبداً لا بالعكس إحنا عندنا عائلات أمريكية ما بيلبسوش بناتهم بيكيني يا أخي أنتوا المفهوم اللي عندكم مفهوم تليفزيوني أو من الشيوخ هذا الغرب الكافر وكده لكن الفرق بقى بين الغرب والشرق أنه لو واحدة ماشية لابسة منيجوب أو مايكروجوب ولا مايو تانكتوب حتى مش هتلاقي حد بيتحرش فيها في الشارع ولا حد حيصفر لها نتكلم الأسبوع اللي جاي في موضوع التحرش والفكرة والكلام دا كله أنا مش عايشة بالتقاليد الشرقية أنا عايشة بالتقاليد إيماني المسيحي اللي علمهولي ربنا وأخلاقي اللي تعلمتها فعلتي والنهاردة دي من أكبر مشاكلنا أن الشرق لم يعد فيه أخلاق ميزان لأخلاق متزن لأنه عارفين إيه اللي دايما يحصل فيه الشريعة تطول الإسلام وفكر الإسلام يطول فما نقدرش بقى أن احنا نلوم الغرب على حماية نفسه ومجتمعه من مخاطر الإسلام الاقتصادية والسياسية والاجتماعية نقدر نلومهم؟ لا ما نقدرش نلومهم لأن المسلمين لما بيعيشوا في الغرب بالفكر الإسلامي وبالمخطط الإسلامي هم اللي بيسيقوا لأنفسهم والإسلام خلينا نتكلم بقى في موضوع الحلقة النهاردة واللي هو برضو يعني الأثر المباشر للشريعة الإسلامية على المرأة وعلى المجتمع فهنتكلم النهاردة عن المرأة تحت القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية اللي هي بتسيطر على كل حياتها ما فيش حل المرأة ليس لها مخرج خليني أولا أسأل سؤال لكل المشاهدين أنا بسأل السؤال ده ليك تفكر فين النهاردة إيه السر أن فيه اتجاه كبير لإصلاح قوانين الأسرة بشكل كبير جدا في معظم الدول الإسلامية عارفين ليه؟ لأنه مش نافع ولأن النتيجة بينه فرق كبير بين الشرق والغرب بقى في الموضوع ده الغرب عندهم منظومة أسرية في القانون بتنظر إلى حياة الطفل وتنظر إلى الأفضل لهذا الطفل من ناحية الأب والأم والمعيشة والدراسة والتعليم والصحة على طول لما يكون فيه أسرة فيها أطفال ده يكون التركيز ولكن ده مع العدل والمساواة لإمكانيات الأسر المختلفة فعلشان كده تلاقي أب وأم تطلقوا يروحوا راحين للمحكمة يبقى فيه ناس بقى مسؤولة تنظم لهم كل الأمور دي ويتخلصها في وقت سريع جدا ما هوش يعني نظام ما فيوش أي مشاكل فيه بيصلحوا المشاكل لكن الأساس هو العدل والمساواة واحترام الإنسان للجميع بالتساوي راجل ست في الغرب فيه ناس بتقولك الستات واخدين حقهم برضو أصلا كمان برضو في الغرب فيه رجالة بيعنفوا الستات فيه نفسيات مضطربة فيه لكن فيه قانون بيضبط ده ويعطي للناس فرص للتأهيل والإصلاح يعني الراجل اللي بيضرب مراته في الغرب بيتسجن لكن لو دخل وعمل تأهيل اجتماعي وتصلح بيرجع يبقى راجل يعني قايم أو يهتم بعيلته زي الأول لكن احنا وعندناش الكلام احنا عندنا سداح مداحة كل الدورة العربية مش مصر بس احنا ليه بنحاول نصلح القوانين الأسرة في العالم الإسلامي بشكل دلوقتي كبير جدا لأنها مسببة مشاكل اجتماعية من القتل للتعنيف للضرب لجرائم الشرف لمشاكل الحضانة لأطفال الشوارع عندنا مشاكل غير عادية محمد رجع تاني أهلا يا محمد تفضل تفضل يا محمد أنا سمعك إزايك يا سيدة من عامل إياه للحمد ولله تفضل يا رب كوني بخير أولا يا فندم أنا شايفك دايما جاي على الشريعة الإسلامية جدا 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 حضرتك كنت بتتكلمني على زي المرأة بتتكلمني على إزاي أنا عكس منه الإرهاب والشريعة الإسلامية مع إن حضرتك يعني عايشة بره في أوروبا يمكنني سألت حضرتك سؤال أنت أنا رديت على سيدة هارجع سمعه تاني ياس عادي جاء للسؤال اللي بعده طيب جميل جدا يا فندم طيب حضرتك يا فندم أنت تتكلمني عن المرأة إن المرأة وزيها ومزيها يا فندم ده بيبقى عادات وتقاليد تبقى للشرق أو تبقى للغاية فإحنا ما نقدرش مثلا حضرتك الشريعة الإسلامية هي كده إحنا عندنا المرأة إن هي تصام جسدها يصام زي ما عندي حضرتك مثلا أنت حضرتك سوري يعني مش لابس حجاب عندك الصورة في الأيقونات عند حضرتك السيدة مريم العزراء لابس حجاب هل حضرتك أنت بتخافي تشريعات مريم العزراء وقد قالك إنه اللبس اللبسات السيدة العزراء ده تشريع لا مش تشريع بس أنا فيهم تقنقتك محمد معلش لا معلش طب أستاذ أماني كلينا أكمل لو سمحت سريعا قدامك دي أواحدة عشان لازم أكمل فكرة الحلقة وإنت هتعرف ليه جميل جداً أنا أما تسمع أما تعرف أما تسمع هتعرف ليه أنا بتكلم على الشرع الإسلامي وفيما يخص المرأة من هقولك يا فندم لا يا فندم بس لحضرتك لو رجعت أعمال الرسل يا فندم الرسول بوليس بيكلم بيقول إن النساء لازم نهاية تغطي شعرها ونهاية تلبس محتشمة وفي أعمال الرسل ده كتابك يا فندم جميل بس فيه سؤال لحضرتك فيه سؤال أخير بس لحضرتك ليه يا فندم ما بتنقشيش اللي هي القضايا المسيحية للمرأة المسيحية المرأة المسيحية في المسيحية لا تقلacia المرأة في المسيحية الزمن الكثير المتواصل الطلق في المسيحية القضايا المسيحية التحرش في الكنائس زي القص بارسوم ولوقى راضي أسانسوس رز القضايا دي ليه حضرتك ما بتنقشها شيئك حضرتك اتفضل ناقش انت القضايا اللي انت قلتها دي لانها دي بصص استنى استنى انا بعرض عليك يا فنون منظرة لا انا ما بنظرش حد انا ما بنظرش حد يا محمد خلاص محمد اسمعني بقى انا مش عايزهم يقفلوا عليك انا عايزك تسمعني انا ما بنظرش حد انا ما عنديش يعني المنظرة مش مسئوليتي لكن انا عايزة اقولك حاجة لحضرتك اتكلمت عنه ده اولا انه يعني تعميم ان السيدات المسيحيات كلهم بيزنوا كلام ده كله دي يعني ده كلام غير لائق ابدا وانت ما عندكش اي اثباتات عليه لكن انا هقولك من المنظور الكتابي من المنظور الكتابي ان الحياة مع الله الحياة الحقيقية مع الله لازم الانسان فيها يكون قلبه وافكاره وحياته مقدسة كما الله نفسه قدوس فلبسي وفكري وحياتي واسلوبي وتعاملاتي مع الناس لازم كلها يكون مركزها المسيح هل الناس بتغلط طبعا الناس بتغلط لكن هذه الاخطاء مش موضوع عليهم من التشريع او من الفكر الاسلامي او لم يعطوا المسلمين لم يعطوا ادوات ترفعهم من الحياة المرتبطة بالجسد بالكامل الى حياة روحية ينمو ويرقى فيها الانسان الى معرفة الله الحقيقي رد بقى تاني انا بقوله لحضرتك وللجميع انا هبتدي في نص ابريل باذن ربنا حلقات تخص المرأة في الكتاب المقدس الحلقات دي هتكون نفعة ترد على اسئلتكم واللي عايز يبعط لي اسئلة خاصة بالموضوع ده من فضلكم التليفون موجودة هو بعتولي عليه او بعتولي على الفيسبوك او بعتولي على صفحة المرأة المسلمة انا عارفة انه ده يعني هيكون وقت ممتاز جدا نوضح فيه رد على كل الاسئلة دي ليه بولس الرسول قال للست دي غط شعرك او للستات دول يغط شعرهم في الكنايس ليه بعض الكنايس بتعمل ده وليه ما بتعملش ده في نص ابريل هنبتدي نتكلم في الموضوع ده بالتفصيل وحرد على كل اسئلتكم وهيبقى عندنا ناس يساعدون كمان في الرد اكمل بقى الحلقة اشكرك يا محمد سؤالي كان ليه الناس دلوقتي في الدول الاسلامية بيحاولوا ان هما يصلحوا قوانين الاحوال الشخصية لانه مش نافع ولان النتيجة بينها اقولكم اديكم 3 ا4 امثلة في السعودية السعودية قعدت سنين طويلة تحت الشرع الاسلامي بيحكم السعودية بيحكمها الشرع الاسلامي بالكامل كل قوانينها مرتبطة بالتشريع والشرع الاسلامي فكان اكتر المشاكل والصعوبات موجودة في حياة المرأة في السعودية عندنا السعودية والمغرب وتونس والعرق السعودية على رأس القائمة لانها الدولة اللي كان بيحكمها والتي ما زال يحكمها في بعض الامور التشريع الاسلامي بوضوحة زي ايه كان المشاكل الكبرى اللي كانت بتسبب يعني صعوبات في حياة المرأة السعودية المسلمة هي مسألة اهلية المرأة والولاية عملنا كام حلقة على قيادة الستات وعمل الست ودرسة الست ومساوتها في حقوقها في الحياة وحقها في الاختيار حقها في الصفر حقها في انها تعيش لوحدها حقها في انها تختار جزء وتفضل معاه كل ده كان موجود في السعودية ودلوقتي بيتغير ودلوقتي السعودية سبقت الكثير من البلاد في انها رفعت الولاية عن النساء وانها غيرت في توظيف النساء في اماكن في الدولة مهمة وبقوا في سفيرات كمان يعني في تغيير كل ما قامت بي السعودية من تغيير هو منافي للشريعة الاسلامية خارج عن الشريعة الاسلامية لانه لا ولاية لامرأة ولانه المرأة لازم يكون لها ولي يختار لها ويحكمها ويمشي معاها وكلام ده كله وان الست مش لازم تخرج من غير محرم وكلام ده كله ده كلام كله شرع اسلامي هما ما جابهوش من عندهم هما كانوا بينفزوا الشرع دلوقتي السعودية بتتحسن وتنفتح وتتحرر لانه المرأة السعودية الزكية الغنية الوثقة في نفسها ابتدى يبقالها دور في مجتمعها النهاردة لانهم ابتعدوا عن تطبيق الشريعة الحارفي تونس تحرير المرأة وفي تونس من يعني المرأة التونسية نابغة في الفهم دلوقتي لها مكان بقتتغير هي بنفسها قوانين المراس قوانين الزواج مين اللي بيحارب ومين اللي بيعطل حياة الناس دي لم يحدث تغيير إلا بعد أن وقفوا وقفت النساء بالتحديد في السعودية عندنا كل الستات اللي كانوا محبوسين اللي دلوقتي ابتدى مع التحرر يطلعوا في تونس مين اللي مال الشوارع علشان الستة تبتدى تاخد حقها وتغير القوانين الستات المحارب والمعاطل هنا هو الشارع الإسلامي هو التشريع العراق بقى ياريت تحطولي بقى التويتر دي الصورة دي لفيديو أنا حطه على التويتر بتاعي هو الإعلامي حسام الطيع أعتقد أنا مش بعرف أنت الاسم الأخير لكن سمحني لو أخطأت فيه نقط الاسم التويتر دي بتاعته هو بيقول أنه قانون العنف الأسر يواجه رفض سياسي لأنه يعزز حقوق المرأة المجتمعية بيقول كده القانون اليوم حبيث الأدراج ليه؟ لأنه بيعزز حقوق المرأة الاجتماعية في العراق لأنه فيه لأنه طبعا ضد القرآن والتشريع الإسلامي لأنه فيه مثلا مادة في القانون بتقول أنه بتعطي الحق في ارتكاب العنف ضد المرأة لأنه اسمه حق التأديب عندنا مثلا ملاك العراقية يعني من الضرب والتعنيف إلى ملاك اللي حرقها جزها لأنها كانت عايزة تروح تزور أهلها عملنا لكم حلقة كاملة عنها مش كده؟ والقانون العراقي بيقول كده لا جريمة على فعل إذا ما كان يقرر شرعا أو قانونا فالأباء والأزواج والمعلمين لهم الحق في التأديب والقانون بقى العراقي لم يتكلم أو يوضح إيه اللي هيحصل بقى إذا كان حتى الضربة أو التأديب ده لو حصل فيه عاهة هيحصل إيه؟ الشرع ممكن يكون بيتكلم لكن القانون سكت والمسكوت عنه في كل هذه القوانين دائما ما بيكون مخرج للمعتدي هكلمكم عن المغرب في بعض قليل لأنها مختلفة شوية أنا عايزة واريكو الفيديوهين اللي جايين دول هنلعابهم مورة بعض أنا عايزة واريكو بس إيه؟ الأصل المشكلة أنتوا تسمعوا شوية ناس بتتخانق وبتزعق لكن عايزة كده تركزوا مع هذه الوصلة المزعجة بصراحة مع الاعتذار من الرتح والخناءات مع اعتذاري للمشاهدين لكن الاتنين المحاميين الرجالة اللي قاعدين قدام تلت ستات بيحاولوا أن هما يفهموا إيه مشكلتكم مع القانون الجديد أو يوضحوا الستات بيحاولوا يوضحوا هما موفقين إيه على إيه ومش موفقين على إيه فكلما تنتق يروح إيه ضربها كده يقول لها ده حديث أنت أولى بهم إن لم تنكحي إحنا نطوع ما نطوعش الشرع لكن الشرع هو اللي يطوعنا وهكذا فعايزةكوا تسمعوا وتشوفوا كده حتة تكرار الشرع 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 هو اللي زابط كل حاجة حسب الشرع الإسلامي ولكن في نفس الوقت هو يهدم البنية الاجتماعية تفضل اللي بينظم الدواز والطلاق ما شيء هو الدين شرع يا جماعة شرع إيه أنت أحق به ما لم تنكحي ده حديث لحظة لحظة هل يتتكلم في شرع أنا عدل على رسول كمان ما هو إيه شرع ده شرع يا خايد ده شرع النهاردة مين القوام والولي في البيت القانون رجل الراجل إحنا نطوع للشرع وليس الشرع يطوع لأ اتكلم في الشرع اتكلم في الشرع سلوكيات إيه لا 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 مش شرع ربنا شرع ربنا باشي أنت أحق به ما لم تنكحي نقطة يا واحد لما يقول هذا في بقام النص صريح شرع أن أعمله تعظيم سلام يعني كل اللي قاله ده كله مستمد من حديث ويعني ما تقولي ليش هو القانون كده أنت أحق به ما لم تنكحي تعرفوا أنه دي من أسوأ الحاجات اللي اتعاملت في أو اللي بتضر فكرة الحضانة للأم وللأب على فكرة للأم وللأب حمل لكم حلقة خاصة عن الحضانة لأنه موضوع الحضانة يعني يكسر القلب من ناحية الراجل ومن ناحية الست ومن ناحية الأطفال أنا عندي متصلين دلوقتي مسيحيين مثلا متضرنين من قانون الحضانة لأنهم عندهم مشاكل اجتماعية حقيقية جوه أسرهم مسيحي أو مسلم بس القانون اللي موضوع حسب الشرع الإسلامي لا يعينه على أنه يشوف ابنه دناه حرام مش ده شرع ربنا ده مش شرع ربنا ده شرع شيطاني انفصالي شوف بقيتها بقى عشان أنا يعني أنا حاسة أن احنا دلوقتي نتكلم عن الشرعية الشرعية زي مرسي تفضلوا تتعصبوا كده تعصبوا يا واحد لما ها يقول شرع ربنا هذا في بقى من النص الصريح شرع نعمل له تعظيم سلام الرسول على السلام عجيت له كده انضممتهم إلي جاعوا وانضممتهم إلي ضاعوا قالت له كده قالت له كده قالت له أنت أولى بهم طالما لم تنكعني ده المظهر الزكوري اللي رفض زكوري عجب عجب عصملك على أن شرع ربنا ضاثل عشان ما بقى الزكوري أنا شرفني لأنه يبقى الزكوري طالما شايفاني فاعل الشرع ربنا أن أنا الزكوري قالوا سنة في المجرمع النهاردة أن أي حد بيتكلم بالشرع بيوتهم إن هو الزكوري خلاص لا وليه الامرأة لحظة واحدة بخل يا أستاذ ما هي هي ما هي الطوفة اشمعنا وصلت على الانفاق سطر واحد كل حسم بالشرع ربنا سبحانه وتعالي قال كده ما فيش تعليق ولا في كلام ولا في أي حاجة تقال بعدين ما فرطنا في الكتاب من شيء يا ما فرطنا في الكتاب من شيء هو حسم كل حاجة بالشرع بس أنا عايزة يعني أنبهكم لحاجة إحنا مشكلة التشريع الإسلامي مشكلة كبيرة ولكن الناتج عنها ناس زي دول المحامين الاتنين دول اتنين رجالة بيتكلموا مع الستات اللي كانوا على فكرة منظمين وكانوا يعني بيقولوا كلام منطقي جدا وكانوا بيقولوا كلام يعني في حاجات كويسة جدا عن القانون الجديد وبيقولوا اقتراحات جميلة جدا لكن الاتنين دول اللي كانوا قاعدين كانوا عملين يهزاقوا الستات أنا عمري ما شفت راجل محترم يقعد قدام ستة ما يعرفهاش ولا يعرفها حتى ويقول لها جاتكو ستين نايبة ايه ده زكوري ايه جاتكو ستين نايبة ده المستوى الأخلاقي اللي وصل ليه المجتمع النهاردة لأنه ليدافع عن الشرع يفقد أخلاقه مين معي طيب أهلا بيكي أخت هيفاء تفضلي مساء الخير يعطيك العافية مساء النور أهلا بيكي حبيبتي تفضلي أنا يعني كنت مسلمة كمانا قبل أمساري بتقولي كنت مسلمة نعم وكنت عيني من هالشغلة اه وكي كتير كتير يعني عينينا من هالشغلة إنه نحنا ك كنساء ويعني كبنت ما كان عندي هال هالحرية بهالتعبير بهالرأي بكتير إشياء اي كنا يعني تحطيم 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 وكل الوقت البنت لشو تتعلم والبنت لشو تكون والبنت لشو شو بدا تعمل بهيدا يعني ودايما هاك البنت أنه هي بس للبات وبس للغسيل والطبخ وكان إحنا بننجح بكل هالإشياء حتى لو شو ممكننا بنقدر ننجح بكل شي هيفاء غاليني أسألك أسألك سؤال حبابتي أولا يعني أنا بشكرك على اتصالك ومتابعتك للبرنامج لكن أنت بتتكلمي من لبنان زي المتصل اللي كان قبل كده محمد دا كان بيتكلم على الستات اللي في الغرب عنده صورة وفكرة عن ستات الغرب مختلفة عن الواقع الحقيقي الناس فكرة أن الستات في لبنان متحررات وعندهم القدر أنهم يعيشوا بالطريقة اللي هم عايزينها لكن أنا عن نفسي خبرتي غير كده أنت يقولي لي خبرتك إيه ما هي بالعاية اللي بتكون هلأ إحنا أكيد يعني ببيتنا كنا حرين بس المجتمع الإسلامي ما بتقدري ما بتقدري أبدا تكوني حرة فيه شريعة حقيقة شريعة بتفرض علينا نعيش بطرق ملزومين في مزبوط ملنا حرين لا داخليا ولا خارجيا مزبوط والحرين إحنا أنا كهيفة شخصيا الحرية هي بالمسيح يسوع بس اللي لويا عن جد لأنه هو وحده الحرية إذا كان لله ساكن بقلبيك فأنت حرة من الداخل يعني حتى ما بتسمح لنفسك تلبس تياب تياب ما بلي بجسدك بالعكس صار تحترمي أكتر لجسدك لأنه صار مسكن وهيكل لله هيكل للروح القدس مشان هيك ما بتسمح لنفسك إنه الدنس هيدا الشي كفيت وفيت يا حبيبتي هيفة بشكرك جدا على تعبيرك الرائع ده عن مفهوم الحرية في حياتك اليوم لأنه بفهموا نحنا صرنا مسيحيين صرنا حرين منطلع من الظلط منطلع على الشوارع منطلع من صاحب أو شيء بالعكس الحرية هي لما يكون قلبك حر لما يكون تصرفك حر لما يكون اختيارك بالحياة بحر فهي الحرية بتتجسب بإنك تكون مؤمنة على الأرض بالله الظاهر بالطبيعة البشرية يلي هو متلك متله صار شبهنا بكل شيء مع عدل خطيئة عشان هيك لازم يفهم كل مسلم أنه نحن أحرار بالله مش أحرار أنه نحن نتظلط ونكون مبعرف كيف على الطرقان بالعكس نحن أحرار والله عطانا هالحرية حتى نجسدها قدامه ونحن منحبه للمسلم منحب كل امرأة مسلمية وليلي هيفا انت بالك قد إيه عبره صلي تقريبا شيء سبعة عشر سنة هاللويا المجد للرب طيب أنا أتمنى أنك تدخلي معنا في حلقة تانية نتكلم فيها عن اختبارك تشاركينا باختبارك تحبي تعملي كده إذن الله طيب إذن الله ليش لأ ليش خلص أنا سعيدة بمكلمتك النهاردة خليني أصلي معاك وفي الستوديو حياخدوا تليفونك ونتكلم بعد الحلقة ربنا بشكرك من أجل شهادة حق في حياة أختي بشكرك من أجل حرية حقيقية ولدت في قلبها بسألك يا رب إنك تحفظها تحفظ أسرتها وإنه اليوم الرسالة اللي أعطتها أختي تلمس قلوب الكاثرين إنه إحنا يا رب من أجلك ننفصل عن كل ما هو خطيئة عن كل ما يبعدنا عنك عن كل ما يجرح قلبك من أجلك يا رب لإنك أنقصتنا وأحببتنا وأنا بشكرك من أجل ده لكل المجد والكرامة أميني حبيبتي بشكرك على مدخلتك النهاردة مرسي مرسي أختي أماني مرسي العافية ألف عافية يا رب شكراً حبيبتي طيب يعني بصراحة اختبار شهادة حقيقية ربنا يعني يستخدم الكلمات البسيطة المعبرة الحقيقية دي في قلوبكم النهاردة أنا عايز أقول لكم حاجة إنه الخناءة اللي أنتوا سمعتوها دي كلها وتجريح الستات اللي حصل ده كله علشان الاتنين المحاميين دول كان عندهم نقطة مهمة قوي بيتكلموا عنها هي التعديل اللي حصل في رفع يعني وقت الحبس والغرامة للزوج اللي لا يخبر زوجته فنشوف الفيديو اللي جاي ده عشان نعلق على يعني الحمق الكبيرة قوي دي هو محمق ليه؟ نشوف قانون بتخطي المادة بتحبس الزوج سنة اللي ما بلغش مراته بالزواب مم ولو ما عشاته ما تحبسوش ده ايه فين ده؟ ده قانون من مصري عشان ترده ما عليش هاتف جاته زوجة خدت البوليس وراحت في فندق اه وراحت في فندق اه لقت جزء واخد ست في اللي يزل فندق نعم وبغرف نعم لو طلعت مراته ما قالتلوش ما قالهاش ان دي مراتي واخترى ياخد سنة سجن وخمسين الف جن الغرامة لو طلعت عشاته زوجته ما تدرسش تحبسو زوجة من حقها تشتكي زوجها بجريمة زينة خيانة زوجية بشرط ان يكون الزينة في منزل الزوجية القانون بتاعنا كده ما ده بتنسى سبعين صح عشان تشتكي جزء وتوط عليه عقوبة وهو ده عدل سواني بس ما نجدعه ساذا ولاة ساذا ولاة ساذا ولاة ساذا ولاة ساذا ولاة طبعا المشكلة الاساسية يعني هي موضوع الزنا ومش الزنا ده اولا الاسلام عنده مشكلة في موضوع اثبات الزنا اساسا وعملنا عليه حلقات يعني من الصعب اثبات الزنا والكلام ده كله لكن الست لو اتمسكت مع راجل ممكن جزها لو هما في الشارع حتى يرفع عليها قضايا لو قاعدة في عربيت ويرفع عليها قضايا لكن الراجل لازم يبقى في بيت الزوجية علشان تقدر هي ترفع عليه دعوة ويعالم بقى بس دي مش نقطتي كل اللي هما زعلانين عليه هو التعديل اللي حصل انه بدل ما كان الراجل هيتحب الستة شهور بقى هيتحب السنة وبدل ما كان هيدفع 200 جنيه هيدفع 50 الف جنيه المشكلة عنده ايه؟ حق ايه؟ المشكلة ترجع للشرع حقه ان الشرع قاله اتجوز ما قالوش ابدا بلغ الستة الشرع لم يأمر الرجل المسلم لانه انه يخبر الزوجته عشان كده الرجالة زعلانين ان لم يكن هذا يعني دين ذكوري اقول ايه؟ الدين ده وضع الحق للراجل الحق كامل انه هو يتجاوز اتنين تلاتة اربعة ومش مهم الست اللي قاعدة في البيت دي يعني انا بتساءل ما كانش فيه لهؤلاء المحاميين اللي قدامهم ورقة دي كده ما كانش عندهم اي نقطة تانية يتكلموا فيها في ايجابية في موضوع هذا القانون لا هو في كل مكان راحوا بكلم في الموضوع ده متغاز جدا من الموضوع ده ده هو شرعا عنده حق فيه لانه الاسلام محمد نفسه ما اخبرش اي زوجة من زوجاته بتجواز انا عايزاكوا تشوفوا من وجهة نظر الست الاستاذة نهاد ابو القمصان بتقول يعني طب وايه يعني عايزت تجوز تجوز قول لها او طلقها بس شوف تعبيرها في الحتة دي شوفوا الفيديو اللي جاي خلاص يا عم انت قبل ما هتتجوز الصنيورة التانية طلق دي طلق دي وديها حقوقها ونخلصها في 30 يوم يبقى احنا كده ايه تب دي ما فيهاش ما فيهاش جزء في الشرع ان بس له الرجل حق من حقوقه الشرعية لا انا ما سالبتش انت تجوز بس تحمل مسئولية انا متحمل ان انا تجوز اتنين كويس واقدر اعولهم واقدر اكون عادلا طيب ليه بتحرميني من حق لان الزبا كرامتها مش قبلها لا لا انه العقد سواء في الشريعة او في اي شكل مشكلة شريعة المتعقدين عقد شريعة المتعقدين اذا تعقده من الاول وهي اشترطت عليه انا موافق لا معلش هي بواقع الحال هي متجوزة راجل كامل مش متجوزة نص راجل او واحدة تشاركها فيه صح؟ مش كل اللي يتجوزوا اتنين بيكونوا نص في راجل ماعد معايا ادايقه ويدايقني ابسطه وببسطني يعني يعني بصراحة هي عبرت عنها بمنتهى البساطة انا لما تجوزتك يا زيدي ما اتفقتش معاك على انك تتجوز واحدة علي انا متجوزتش عشان يبقى عندي نص راجل ربع راجل اه يعني والراجل اساسا بيبقعد في البيت مخه في حتة تانية فيعني اه انا متجوزة راجع اه راجل سبعة ايام يقرفني واقرفه ويبسطني وبسطه من حقها لما انت تروح بقى تكسر العقد اللي بينك وبينها انا هتكلم من وجهة نظر الاسلام بقى في الزواج كعقد هي من حقها هتقولك لا انا مش عايزة ده علشان كده انا عايزة اقولكو الاصل في هذه المنظومة الاسلامية هو يعني فكر بايز من الاول لانه الزواج الحقيقي هو عهد بين الراجل والست والله فمش ممكن يدخل فيه تالت ورابع وخامس مش ممكن الراجل يعتني بمشاعر مراته الراجل يحب مراته الراجل يراها ولا يرى غيرها لان الله غير قلبه لان العشرة اللي بينهم مش جنس وشكل وعيال واكل وشرب بل العشرة روحية حقيقية اللي اتنين في خدمة الرب اللي اتنين عايشين بفكر واحد وجسد واحد مع المشاكل برضو والامور دي برضو بس بينمو مع بعض في اتجاه الله ده الفكر الحقيقي لاتجاه الزواج لكن انت عندك المشرع الاصلي بقى اللي هو محمد يعني قال انه ما عملش ده فالمشرعين عندهم حق ما فيش حاجة في الشرع بتقول ان الراجل يقول لمراته الاول او يستأذنها محمد ما كانش بيسأل ستاته وايه يعني انا عايزة اسألكو ايه نوع الحياة لما تكون الست ما عندهاش امان مع جوزها زوجات محمد كانوا كده عايزة اقول لكم حاجة افتكروا لما كانت عيشة وزوجاته يعدوا يتكلموا ويشوفوه مثلا هو داخل مع جارية ولا صفية يتقول لك ايه السواد دلوقتي لو غطاها هتبقى امراته لو ما غطاها هتبقى جارية محمد يرجع بتلات اربعة جواري ويجمعهم بردو يتجاوز ويطلق ما سمعناش ان هو سأل حد الحياة ملك لهذا الرجل وهؤلاء النساء هم ادوات للاستخدام لكن ده مش قلب الله الحقيقي ولا المجتمع الانساني وحقوق الانسان الطبيعية البسيطة يقبل ده ولكن الشرع الاسلامي يحتم ده عشان كده الهيسة دي كلها القوانين دي لو فضلت كده ولو لم تتغير ليكون هناك عدالة يخرج منها الشرع بقى ويبقى حياة الناس مع بعض يعني تقنن بالتساوي والمساواة يعني والقانون والاخلاق والعرف الاجتماعي اللي تربين عليه لازم الشريعة الاسلامية دي تاخد جنب بقى الاظهر يقولك احنا مش هنسيب الشرع ليتحكم فيه كل ما نهب ودب ما تسيبوش عشوه انتو بس ما تفردوش على المجتمع كله الناس بتهرب منه لانه سبب مشكلة رئيسية انا عايزاكم تشوفوا الفيديو اللي جاي ده لانه يعني بيقولك من اكبر مشاكل هذا القانون انه حيسحب اهلية المرأة بالكامل خلينا نشوف لكن في حدود ما نشر الحقيقة كان صادم جدا في ايه فن؟ في كزا حاجة واحد ما فيه شخصية قانونية للنساء على الاطلاق يعني وصلت سن الرجد 21 سنة تبقى للقانون المدني هي لا تصل الى سن الرجد في قانون الاحوال الشخصية خالص بناءا على المادة اللي بتقول ايه بايو سبب؟ ما على انه عقد العقد لابد انه هو يكون بولي وبيتكلم على انه من حق الولي فسخ العقد استنادا الى مبدأ الكفاءة اولا دي كارثة ما كانتش موجودة في مصر ابدا يعني دي كانت موجودة في السعودية الولي كان يفسخ العقد لانه الولي ليه سلطة اوسع دلوقتي هم وسعوا سلطة الولي وزي ما قلتلكم في الاول الغير منطوق بيه في القانون اللي متسب كده يعني واسع يندرك تحته مشاكل كبيرة جدا القوانين المطاطة تسمح بقى للعايز يلعب بالقانون يلعب بالقانون يعني بصراحة اللي احنا شايفينه دلوقتي انه بقى فيه شطارة في الضحك على القوانين يعني حتى الشرع الاسلامي نفسه بيعلم الناس انه لو ما عجبتكش الفتوى دي خد الفتوى دي لو ما عجبكش التشريع ده خد التشريع ده يعني عندك ما يطلبه المستمعون عندك سوبر ماركت تختار من اللي يمشي على هواك مشاكل الطلاق ومشاكل الجواز والكلام ده كله مشاكل كلها مطاطة في الشرع بس كلها تقف عند حق الراجل على طول تميل للراجل لكن اللي بيقولو ده موضوع اعادة الولي على المرأة المصرية يعني مش عارفة اقول ازاي لم يفكروا في امر ازاي ده ازاي المشرعات اللي قاعدين بيتكلموا جوه القانون ده ما شافوش انها هي نفسها هتكون فقدة الاهلية ازا القانون ده مش لا تقدر تسافر ولا تروح ولا تيجي ولا تجاوز نفسها ايه اللي هيحصل لو في واحدة ست مش عايز تتجاوز ما تجاوزتش لا اي سبب هتعيش حياتها ازاي واحدة ما عندهش اهل هتعيش حياتها ازاي لازم يكون في حد يمضي لها برضو مش كده ما دي هتكون نتيجة من النتائج واحدة قررت تتجاوز واحد اهلها وفقوا عليه وبعدين تخنقوا معاه وعايزين يشلوه يروح الولي مطلق ملايش كلمة القوانين مطاطة وفتفاضة ولازم يعني هترجع تاخد تاني المرأة الى عصر الظلمات انت في بحر الظلمات مرة تانية مين اللي معاه فري فري من امريكا هلو هلو ايوه مساء الخير تفضل تفضل يريد تطفي التلفزيون حضرتك عشان تسمعني من التليفون انا بسمع مباشر هلو ايوه انا معك تفضل انا بصراحة بما يميز الانسان عقله اذا فقد انسان عقله فقد اهليته ماذا يقول الاسلام عن عقل المرأة انها ناقصة العقل نعم صحيح صحيح فاناقصة العقل هي ليس لها اهلية القانون المصري انت واخد فكرة غلط عنه انا بتكلم عن القانون الجديد انا بتكلم عن مشروع القانون الجديد الدستور اصلا يعني الدستور اللي هو ابو القانون ينص على هذا يقول لك المرأة تساوي الرجل في الحقوق والواجبات وفي الاخر بما لا يخالف الشرع الله بالزبط خلاص هل يبقى كل الصفحة العريضة دي لا كيما لها بالزبط يعني صراحة يقول ان الله فضل الرجال بدرجة وبما انفقه مزبوط نعم المرأة هل المرأة بتتغطى حشمة لا المرأة لا تتغطى بالنقاط حشمة المرأة تتغطى بالنقاب لتحمي الرجل من الآزية لان هي عورة يعني هي آزة حضرتك محامي او دارس قانون لا انا اللي دارس قانون ولا حاجة بس انا مش قطف طيب انا بشكرك انا مش هلطول عليك لا هو انا بس قدامي 3-4 دقايق لكن انا عايزة يعني اكد على حضرتك بتقوله وايضا اقول انه دلوقتي المشكلة اللي بنتكلم عنها هي فكرة ان الولاية تعود على المرأة قانونا مش بس شرعا ما قانونا ما اللي غيروه نعم اني بدل ما خلوها مش مكتوبة صارت مكتوبة بالزبط صارت مكتوبة علنا لكن لو رحل محكمة اه اذا انا هيقول لك الشرع بيقول كده علشان كده هي دلوقتي في حلقة النهاردة انه الشرع الاسلامي الان يقاوم في معظم الدول الاسلامية كده من تحت يعني من تحت الترابيزة لانهم بيصلحوا قوانينهم فيما يعني يخص الشرع الاسلامي بالذات قول يبعدهم عنه فالناس تبتدي تتساوى قليلا يعني يبقى المشكلة فين في السعودية المشكلة الشرع بزا الشرع ده بالشرع أساسا يعني الانسان قبل ان يكون هناك اديان او تشريعان او اي شيء الانسان بضميره يعرف الكذب غلط والزنة غلط والسرعة غلط لكن المسلم يزني يعني الشخصه الملك سعود عنده اربعمية عقد زواج منهم واحد مدته ساعتين ونص طيب انا معلش انا بشكورك جدا واتمنى انك ترجع تتصل بنا في حلقات اخرى ربي باركك طيب خليني اخد في مكالمة اخرى تفضلوا مين معايا تفضلي اهلا بيك حلو مرحبا اهلا بيك تفضلي اوكي انا اسمي سارة انا حكيت مرة قبل هيك اهلا يا سارة انا فكراك قدامي دقيقتين بالزبط فاعدكي منهم دقيقة تعليق تفضلي كتير بسرعة اول شي اه بس اذا بتسجل عن حدر تجيك سريعا اول نقطة انا اخر مرة سألتك انا لو انا واحدة مسيحية واتطلقت واحابة اتزوج كمان مرة حسب الكتاب المقدس زوجي بكون زاني شو الحل قلتني هتلاقي لي حل تمام هي اول نقطة انا لو انت تفرجتي على الحلقة قلت انا هبتدي في 16 ابريل اعمل حلقات عن اه كل الردود عن الموضوع ده خلاص ما في مشكلة خلي اكمل بلا خلتها تاري عشان ما اخذ من وقت تاني تاني اشي انتي كان عندك اعتراض على انفاظ الزلمة وقبوه للست وقلها كانتك ستين دايبة طيب ما المسيح قال للست قالها ليس حتنا ان يطرح خبزة بنهيد الكلاب وقل عنها طيب شكرا يا سار طيب اشكرك اوكي يا جماعة انتو يعني اللي بيكلم يعني لازم يكون فاهم هما بيقولوا ايه هنرد على دي برضو اوكي انا عايز اقول حاجة انه القانون اللي موجود ده دلوقتي هياخد الست يعني هياخد حقوق الست تحت الولاية دي ويحطها في مكان بعيد خالص رجعنا بقى لفكر الامام ابو حنيفة اللي في عند الامام ابو حنيفة ان الست اذا ما تجوزتش ان لم تتزوج ليس لاش خصية اعتبارية ابدا يعني اي وحدة قبل الجواز مالهاش شخصية اعتبارية وهذا القانون اما يقولك الولي اللي يقرر مين تتجوز ومين ما تتجوزش والكلام ده كله ما قالش اولا ما قالش اذا كانت ثيب ولا بكر يبقى ليها ولي ولا مالهاش ولي اذا كانت ثيب او بكر عمم الموضوع ميع الموضوع عايز اقول ان المشكلة هنا في هذا الشرع اللي بيقف امامه الانسان اللي عايز يفكر ويتنازع مع نفسه مش مع الاخرين فقط فيه النهاردة سيدات وزيرات مهندسات طباء سفراء حكيمات كل دول يقفوا امام الشرع على انهم نقصات عقل ودين ونقصات الاهلية احنا محتاجين تغيير جادرية لكن انا بصلي ان التغيير الحقيقي يكون في القلوب وفي معرفة الله الحقيقي مصدر هذا التشريع هو ليس الله ابدا اله الاسلام ليس الله ولكن المسيح النهاردة يدعوك لانك تعرفه معرفة حقيقية فتتغير حياتك دي امين وإلى اللقاء في الحلقة القادمة